السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد لازلنا يا الأحب الكرام مع أعلام القرون المفضلة ولازلنا مع أعلام القرن الأول وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثنا متصل حول وفيات العام العشرين من الهجرة النبوية وحديثنا اليوم عن مجموعة من الصحابة وأريد أن أذكر مقدمة قبل أن أذكر هذه المجموعة يعني دائما أنا في ختم وفيات السنة أذكر الأعلام المعروفين المشهورين التي قصتهم طويلة وردت فيها أحداث كثيرة ثم أختم السنة بجملة من الصحابة الذين ليس لهم كثير ذكر في كتب السير وليست لهم كثير من المواقف رغم أنك تجد أنهم من كبار وأعلام الأمة قد تجد الصحابة تقرأ في ترجمته سطر أو سطرين والسطرين دول فيهم أنه شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله يعني أنت متخيل كده مدى العظمة لانت قرأتها في هذا السطر اليسير شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي السلام ده هو الذي نزل فيه الآية الفلانية والآية الفلانية فأمام عظماء في الحقيقة والإشكالية أننا لا نعرف هؤلاء العظماء يعني أنا شخصيا أرى أن ذكر هؤلاء الأعلام من صحابة النبع السلام يعني أولى من ذكر أشياء كثيرة جدا قد يتعرف عليها الإنسان فمن أحد أهداف الدرس ده أننا نتعرف على جملة من هؤلاء الصحابة الذين لم تسطر لنا كتب التواريخ كثيرا من القصص عنهم والمواقف المشهورة بالرغم أن لهم مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى أولا وعند رسول الله سبحانه وتعالى وعند الأمة الإسلامية نحن اليوم نتحدث عن سنة عشرين من الهجرة فسأذكر إجمالا بعض الشخصيات التي متت في هذه السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرؤها من البداية والنهاية يقول ابن كثير رحمه الله عياض ابن غن من أبو سعد الفهري عياض ابن غن من أبو سعد الفهري قال من المهاجرين الأولين شوف التعريف بعياض رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين الأولين شهد بدرا وما بعدها يعني أقول لك هي عبارات قليلة جدا لكن بتدلك على عظم الشخصية عياض ابن غن صحابي من الصحابة بعض الشخصيات أنت ممكن تجد نفسك تسمحها الأول مرة وأنت أصلا لا تدرك أنه هو مثلا صحابي أو تابعي أو تابعي من التابعين أو رجل من الأمة لا هنا بنتكلم عن أصحابنا والسلام هذا من المهاجرين فاستحضر بقى كل فضل الهجرة والآيات التي في الهجرة وكذا وكذا تكون لواحد مثل هذا الصحابي الجليل وشهد بدرا وما بعدها وما أدركنا بدر وذكرنا الأحاديث مرارا في شأن حاطب لعل الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال من المهاجرين الأولين شهد بدرا وما بعدها وكان سمحا جوادا شجاعا كان سمحا جوادا شجاعا وهو الذي افتتح الجزيرة جزيرة دي كانت بين الشام والعراق معروفة أياميها بهذا البوضع وهو الذي شارك في غزوها بل هو الذي افتتحها بأمر من عمر رضي الله عنه أرضاه قال وهو أول من جاز ضرب الروم غازيا مكان من الأماكن لم يكن وصلت إليه جيوش المسلمين بعد فهو أول من جاز هذا المكان المعروف بضرب الروم وهي منطقة على حدود الشام والعراق واستنابه أبو عبيدة بعده على الشام فأقره عمر عليها انت مدرك هنا عظم الشخص اللي نتكلم عنها دي أبو عبيدة اللي نسمع عنه اللي هو أحد العشرة مبشرين بالجنة اللي عمر عزل خالد وحط ما كانوا أبو عبيدة أبو عبيدة استناب عياض على الشام وأقر عمر يعني هو أحد من يستعمله أبو عبيدة أبو عبيدة أحد العشرة المشهورين وذكرناك الصطف وفيات سنة 18 هجرية في وفيات طعون عمواس فهو أهلا لأن يستعمله أبو عبيدة وأقره عمر على ذلك فهو من عمال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إلى أن مات سنة 20 عن 60 سنة رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل الذي ذكرنا ترجمته الآن قال أيضا ممن مات في هذه السنة عويم ابن ساعدة الأنصاري عويم ابن ساعدة الأنصاري قال في ترجمته قال ابن كثير شهد العقبتين والمشاهد كلها يا سبحان الله يعني أنت بتتكلم في واحد من السابقين الأولين من الأنصار عويم ابن ساعدة الأنصاري العقبتين دي يعني باعة العقبة الأولى اللي كانت سنة 12 من البعثة وبيعة العقبة الثانية التي كانت سنة 13 من البعثة وشاهد المشاهد كلها مع النمو السلام بدر وأحد يا هذه شخصية عظيمة مبرك بل يقول هو أول من استنجى بالماء هو أول من استنجى بالماء وفيه نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ده نزلت في مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال ده كانت ترد على المسجد الضرار اللي بناه أبو عامر الفاسق اللي كان اسمه الرهيب وسمى الرصاة السلام الفاسق وقصة مسجد الضرار يعني ليست هذا مجالها فالله سبحانه وتعالى يذكر مسجد قباء بعد ذلك ومسجد قباء هو أول مسجد صلى فيه النبي السلام هو في هجرته من مكة إلى المدينة أو على حدود يعني كتأيمها يعني على حدود المدينة بينه وبين مسجد الرصاة السلام بعض المسافة يومها وهو يعني إلى اليوم وله خصيصة مستقلة أن الله سبحانه وتعالى مدحه في هذه الآية لكن الغرض المقصود ليس الكلام على مسجد قباء لكن الكلام على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول بعد ما ذكر الرواية عن أبي هرارة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أسنى الله عليكم فقال يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا هو هذا يعني مدحهم الله سبحانه وتعالى على صورة الاستنجاء اللي احنا بنقوم بها الآن وشرعت بعد ذلك فمدح الله سبحانه وتعالى هذه الصورة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله سبحانه وتعالى ذكر بعدها أنه يحب المتطهرين قال حدث نشريه عن عويم بن ساعدة الأنصري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قبا فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تتطهرون به فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا طبعا هذا من بقية دين الأنبياء اللي كان عند اليهود وكان اليهود يلتزمون به لما نقرأ في حديث كثيرة وأيات كثيرة عن وضع اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة كان فيهم بقية دين الأنبياء رصال السلام وجدهم بيصوموا عشراء قالوا اليوم دا لنجى فيه موسى من فرعون نجى الله موسى من فرعون ونحن نصومه شكرا لله دي عبادة بقيت عندهم الرصال السلام لقاهم مثلا من ضمن الحاجات يعني عائشة كثوة تخدمها كل ما تعملها حاجة فالمرأة اليهودية تقول لها نجاك الله من عذاب القبر نجاك الله من عذاب القبر فعيشة راحت ساعة الرصالة بتقول للمرأة دينا كل ما عمل حاجة وفيه عذاب قبر إلى آخر الحديث ورصال السلام نفى في الأول ثم جاءه الوحي فأثبت هذا الأمر حتى النصارى أسماء بنت عميس تحكي إن هي وهي في الحبشة شافة امرأة يهودية مشية تحمل على رأسها كل من القل جاء غلام من الناس وضع يده بين كتفيها ودفعها فوقعت على الأرض وانكسر ما معها من الوعاء فقالت ولسوف تعلم يا غدر إذا وضع الله القرسية يوم كذا وبدأت تتحدث عن اليوم الآخر وأهوال يوم القيامة ففيهم بقية من بقي دين الأنبياء فكان من ضمن هذه البقية إنهم كانوا يغسلون أدبارهم وهذا من بقي الدين أو جزء من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فالصحابي والله إحنا ما نعرفش بس إحنا شفنا اليهود بيعملوا الأمر ده وجدنا في طهارة ونظافة فكنا نفعله فهذا هو الصحابي الذي نزل فيه الآية كما أعرفه ابن كثير هنا يقول وهو أول من استنجى بالماء وفيه نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين طبعا الآية فيها متحة تنظيف والطهارة الحسية البدنية وأيضا الطهارة الداخلية وهي تشير للإنسان وتدل على الطهارة فكما يتطهر الإنسان من بدن يتطهر من أمراض القلب وأمراض البدن من الذنوب والمعاصي فالله سبحانه وتعالى يحب المطهرين قال وله روايات أي عن الرسول السلام وذكرنا بعضها توفي هذه السنة بالمدينة يعني سنة عشرين من الهجرة أيضا رقم ثلاثة معنا من الصحابة يعني اللي قصصهم قصيرة وترجمتهم قصيرة توفي في هذه السنة قال بشر ابن عمري ابن حنش يلقب بالجارود بشر ابن عمري ابن حنش يلقب بالجارود أسلم في السنة العاشرة وكان شريفا مطاعا في عبد القيس وكان شريفا مطاعا في عبد القيس هو الرجل دا أتى في وفد عبد القيس على رسول السلام في سنة عشرة وكان إسلامه يقول وهو الذي شهد على قدامة ابن مضعون أنه شرب الخبر وفي رواياتنا كتير أغلبها فيها ضعف لكن بتعدد بعضها بعضا وهذا هو الصحيح فيها لكن بغض النظر عن تفاصيل كل رواية منها لكن هو شهد على أحد أمراء عمر الذي كان يعني استعمله عمر على البحرين وكان هو قدامة ابن مضعون أخو الصحاب المشهور أثمان ابن مضعون فشهد عليه أنه شرب الخمر وطبعا قصة أصلا شرب الخمر في قدامة ابن مضعون قصة من أشهر القصص التي يستدل بها الأهل السنة على أن التأويل للشخص يتأول فيه ويعني يقدر فيه أنه جاهل يعذر بجهل فلا يكفر لأن القدامة ومن معه شربوا الخمر مستحلين حلالها يرون أنها حلال وفهموا الآية غلط ليس على الذين آمنوا عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا تأولوا أن طالما فيه إيمان وعمل صالح برحتك تشرب ما تشربه حتى لو كانت الخمر ولا شك أن من يعتقد أن الخمر حلال ده يكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه استحل ما حرم الله لكن كان عند هذا تأويل كان عند هذه المجموعة ويرؤسهم طبعا كبيرهم قدامة وصحابي من الصحابة كان عنده تأويل ولذلك عمر لما القضية وصلاته وضح هذا الأمر ولابد أن نبحث أنهم مستحلين من غير تأويل ولا مستحلين ولا شربوا هكذا فحقق عمر في القضية ورأى أنهم في النهاية متأولين متأولين هو هيحدهم يعني هيقيم عليهم الحد لكن القضية الإشكالية أنهم كانوا متأولين حلال تب اللي يقول إن حاجة ربنا حلالها وهي حرام لو تصورنا إن الشيء ده غير معلوم من الدين بالضرورة وده كان متوقع في الزمن الأول بسبب إن ناس بتشهد منازل من الشريعة وبتشهدش مشاهد أخرى فمش كل الآيات والأحاديث عندهم فممكن البعض يتأول تأويل معين يظن نفسه حق أو سمع شيء ما سمعش الرسال السلام نسخه مثلا ابن عباس اعتبر ابن مسعود يرى أن المعوذتين دي مش من القرآن يراها معوذات من المعوذات اللي رسال السلام تعوذ بها في السنة وليست من المصحف تبدأ اللي ينكر حرف من كتاب ربنا يكفر فبلك بينكر سرطين تب لماذا لم يكفر ابن مسعود لأنه فعل هذا تأولا تبدأ في حق ابن مسعود وارد وارد في حق ابن مسعود لأن الأمر لم يستقر بعد والأمة أجمعت بعد ذلك أو بسبب هذا الموقف ظهر إجماعي الأمة ابن عباس كان يرى جواز نكاح المتعة وكان ينظر في ذلك وابن الزبير قال له افعل ولئن فعلت لأرجمنك بأحجارك وممكن بقى نسترسل نأتي بنماذج مثل هذه النماذج كثيرة أبو هريرة لما قال ابن عباس توضأه من مسة النار أبو هريرة لما بيروي الحديث توضأه من مسة النار فقال ابن عباس أنا توضأ من الحميم يا أبا هريرة يعني أنا جو برد أعوز أستحمى أغتسل أتوضأ أروح أسخن مية عشان أغتسل أو أتوضأ وبعد ما اغتسل وتوضأ فأنا الوقت اغتسلته بمية سخنة فمطالب على كلامك ده إن أنا توضأ من المية السخنة اللي أنا توضيت بيها يعني أصلا أمتي سخنت المية بس المية دي مستها النار توضأه من مسة النار طب أبو هريرة جلس على الأرض وأخذ المجموعة من الحصى وقال يا ابن أخي إذا حدستك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال طب أبو هريرة بقول كده ليه لأنه ما وصلوش الخبر إن الرسول السلام نسخ هذا الأمر عمر بن الخطف فإيه تتهمم لما استقلوا قالوا ما فيش ما تتهمموش ما عرفش حاجة في تهمم فعمر قال ألا تذكر يا عمر المؤمنين يوم كنت أنا وأنت وأصابانا كده وكده فأما أنا فتمرت كما تمره الحمر وأما أنت لم تفعل شيئا فذهب من الرسول السلام فنزلت إيه تتهمم فقال يا عمر إنما العهدة عليه يعني وارد إن واحد من الصحابة إحنا نتكلم عن أحكام شرعية مستقرة الآن وارد إن واحد من الصحابة يأتي على حكم فيتأول فيه تأول فينكره لو فعله وغيره لخرج من دائرة الإسلام وارتد بسبب أن الأمر استقر والأمر صار مجمع عليه والأمر تبين لكن في زمنه هو ده تأويل محتمل بالنسبة له فهنا قدما ابن مزعونه من معه استحلوا شروب الخمر لكن عمر لما تحقق من القضية وجد عندهم تأويل وهذا كما ذكرنا من أبرز الأدلة عند أهل السنة على أن التأويل المحتمل يعتبر عذر في عدم التكفير عندنا كده موانع التكفير عدة موانع الرسول عليه السلام ذكر منها رفع عن أمات الخطأ والنسان وما سفكره عليه فدول ثلاث موانع تمنع الشخص الشخص ممكن يفعل كفر لكن هذه الموانع تمنعه من التكفير اللهم أنت عبدي وأنا ربك ده يده كفر وحبه لربنا كده طب إلا حصل أخطأ من شدة الفرح حصل عنده حالة زي حالات الظهول كده من شدة الفرح لما لأ نقطه فأخطأ فالخطأ والإكراه ورفع عن أمات الخطأ والإكراه والنسان وما ستكره عليه دول ثلاث أحزارهم موانع من موانع التكفير تجعل من فعل الكفر لو وجد عنده المنع ده لا يكفر طيب رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقص حديث ده ذكر مانعين من الموانع الصغر مانع من الموانع العقل غيابه قلي أو جزئي بالجنون أو بالنوم يمنع لو شخص قال كفره هو متبنج في عملية ولا مجنون ولا نايم خطرف بكلمة من الكلمات فيها ردة والعيد بالله هذه اسمها موانع من التكفير بذكرنا كده كان مانع الخطأ والنسان والإكراه والصغر وغياب العقل لسه فيه مانعين عندنا بقى إيه المانعين دول التأويل المحتمل وده ذليله والجهل والجهل ده بقى أدلته كثيرة جدا قضية الإعذار بالجهل أن أنت تعذر من وقع في الكفر جاهلا كما قال الصحابة لنبه السلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فأنكر عليهم رسول السلام ولم يكفرهم والأدل على ذلك كثيرة فالتأويل المحتمل أحد الموانع التي تمنع من التكفير فلو وجد وده المانع ده اللي بيخلي أهل السنة لا يكفرون الخوارج لا يكفرون المعتزلة لا يكفرون بعض من الجهمية لا يكفرون المرجئة لا يكفرون الشيعة أنفسهم اللي زين يسبون الصحابة لا يكفرون الأشعرة من باب أولى عشان بعض الناس اللي بتتسرع في بيستة هذه الأمور لا يكفرونهم تبقي السبب أن أهل السنة والسلف لم يكفروا هذه الفرق كلها بالرغم أننا نجد في كلمتهم أقوال كفرية وأفعال كفرية واعتقدات كفرية لوجود التأويل المحتمل ده اللي يخلي إمام أحمد رحمه الله بناظر المعتزل اللي بيقولوا أن ربنا مالوش رحمه ولا له سمع ولا له بصر يقول لو قلت بقولكم لك فرط ولكنكم عند جهال ده أحمد بناظر رؤوس المعتزل لو قال الكلمة دي ده اللي يخلي ابن تيميه هو بناظر الأشعر قاعدين يقولوا أن ربنا مالوش يد ولا له قدم ولا له عين ولا له ولا يجيء ولا يأتي ولا يغضب ولا يحب ولا يكره ويؤولون كل هذه الصفات في المناظرات لا يحكم العلماء على هؤلاء بالتكفير وأبرزهم شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تبليه ومحدش يقول دول عوام لا ده أنت هنا بتنظر علماء أحمد بنظر رؤوس المعتزلة إذا بعض الناس يقول لك أئمتهم كفار وعوامهم مش كفار لا ده إحنا بنتكلم هنا عائشة وعلي بن أبي طالب لم يكفر الخوارج والخوارج دول كفروهم الدواعش دول والشيعة ومثلهم لم يكفروهم بس إثناء الغلاة طبعا منهم الذين ادعوا أن عليه إله أو السبائية أو غيره نتكلم على الشيعة الرافض لهم عامة الشيعة فضلا عما دون ذلك بس إثناء الغلاة منهم كل المواقف دي من الصحابة والتابعين ومن السلف ومن الأئمة لم يكفروا هذه الفرق بالرغم أنهم عندهم كفريات فأقوالهم وأفعلهم لوجود التأول المحتمل لوجود التأول المحتمل وهذا من أبرز الأدلة على هذا الأمر قال وهو الذي شهد على قدام بن مضعون أنه شرب الخمر فعزله عمر عن البحرين وحد هو عمر ما كفروش استحل تأولا فما كفروش لكن أقام على الحد كأنه إنسان شرب خمر عادي من غير استحلال الواجب أنه يحد فحده وما ينفعش هكذا وإن كان صحابة أن يكون من ولاة عمر وأن يكون هو القائم عن الناس فعزله عمر قال قتل الجارود شهيدا إحنا كنا بنتكلم أصلا في ترجمة الجارود اللي هو بشري بن عمر بن حنش قلنا أنه أسلم سنة عشرة مع وفد عبد القيس وهو الذي شهد على قدام بن مزعون أنه شرب الخمر فعزله عمر عن البحرين وحده وقتل جارود رضي الله عنه وأرضاه شهيدا أيضا ممن كان في هذه السنة ومات أنيس ابن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي أنيس ابن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي قال هو وأبوه وجده وصحابة نتخيل كده السلسلة كده أبوه وجده وهو صحابة أبو مرثد الغنوي وابنه ذا اللي كان بيحمل الأسارة من مكة اللي كانوا مستضعفين وابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه وأنيس يقول هو وأبوه وجده صحابة وكان أنيس هذا عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عينا يعني هو اللي بيذل الرسول السلام على الأخبار قال وهو ويقال أنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها الحديث دا طبعا في الصحيح إن الرجل لما أتى وأخبر رسول السلام إن فيه غلام كان شغال عنده واقع زوجته وزنى بها وتحققت القضية عند النبي السلام رسول السلام قال لأنيس أخده يا أنيس يعني روح بكرة للمرأة دي وإذا اعترفت بالأمر ما هو طبعا ما حد الشاف لم يبقى أننا قدر يقام عليها الحد إلا بالاعتراف ما دي جريمة زنا يقام الحد إزاي ياربع شهود يتعترف وطبعا أربع شهود ما فيش ما عندناش أربع شهود شافوا الميل كالميل في المكحلة إن الإنسان بيضع الشيء اللي بيضع بالكحل في متحلة الكحل يعني لابد أن يروا المرأة دي هتقام عليها الحد وهي متزوجة يعني محصمة يعني حدها الرجم البديل الاعتراف فالرسال السلام قال لأنيس أغدو يا أنيس فإن أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها خلاص كده وده اللي سدل بالعلماء إن من الإمام يجوز له أن يوكل غيره في إقامة الحدود بعد إقامة البينات وفي خلف بأن هو أنيس ده هو أنيس بن مرسد لابد أبي مرسد لابن نتكلم عنه ولا أنيس آخر وده القولين موجودين للعلماء يرجح ابن كثير أنه رغم أنه أورده في هذه الترجمة قال ولكن الأرجح أنه ليس هو أنيس ابن مرسد ابن أبي مرسد الغنوي لكنه هو من الناس الذين توفوا في هذه السنة في السنة العشرين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما نختم به من هذه المجموعة التي نختم بها وفيات سنة عشرين من الهجرة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب إحدى عمات رسول الله رسول الله سلم كان عنده أر عشر أعمام عشرة واربع عمات في خلاف حد أسلم غير صفية ولا لا صفية إسلمها مجمع عليه ابن كثير هنا بيورد قول يقول وقد اختلف في إسلام من عداها من عمات النبي صلى الله عليه وسلم غير صفية فقيل أسلمت أروى وعاتكة أسلمت أروى وعاتكة وقيل ابن الأثير قاله ابن الأثير وشيخنا أبو عبد الله الحافظ الذهبي ده ابن كثير بيقول وصحه أنه لم يسلم منهن غيرها صفية هي الوحيدة على الراجح هنا التي أسلمت من عمات النبي صلى الله عليه وسلم صفية يعني تقدر تقول من عيون بني هاشم تزوجت أولا بالحارس ابن حرب ابن أمية أخو أبو سفيان متخيل يعني مدى بقى السؤدد اللي موجود ثم خلف عليها العوام ابن خويلد بعد ما تركت ده تزوجها العوام ابن خويلد عوام ابن خويلد ده لعل الاسم يعني عوام ابن خويلد يعني أخو من أخو خديجة بنت خويلد تبتكلم يعني سؤدد وشرف قال فولدت له الزبير وعبد الكعبة فولدت له الزبير وعبد الكعبة صفية إذا ذكرت ذكر الزبير الزبير ابن العوام ابنها خلاص كده حواري الرصاد تكرأ دايما في ترجمة الزبير وترجمة صفية كان لها دور بارز جدا في تنشئة الزبير تنشئة قوية وخشنة وكتضربه والبعض يقول أن تضربيه كأنه ليس ابنك ولكن ربته على الخشون وعلى الرجول فصار شهما بطلا من أبطال المسلمين رضي الله عنه وارضاه وأنت تلحظ هنا في هذه القصة ورسالة للرجال والنساء عموما أثر المرأة الصالحة في تنشئة الجيل الذي يخرج لإسلام المسلمين المرأة المسلمة أعطى الله سبحانه وتعالى ثغر عظيم جدا جدا يابد أن تنتبه إليه وهي تربية الأفذاذ والأبطال والعلماء وكثير ونحن نقرأ في تراجب العلماء والصحابة والتابعين تجد خلف هذه الأعلام امرأة عظيمة مربية هي التي كانت ربته وعلمته وحافظت عليه ونشأته في الحقيقة في زمننا هذا الزمن الذي تطغ فيه المادة بشكل بشع وقد يكون الأب في أغلب الأحوال منشغل جدا بتحصيل الرزق لأولاده وده أمر واجب عليه لكن في الحقيقة قد يهمل منا كثير في تربية أبنائه ويلقى عاتق الكزء كبير جدا من التربية على الأمهات وده بيفرض على الإنسان أنه يختار زوجة صالحة وبيفرض على التزوج أنه يصلح من أمر زوجته ولأنها في الحقيقة هي حتى الأب بقاله دور كبير جدا في التربية وقد يكون الدور الأكبر في الحقيقة لكن الإبن والبنت يجلس فترة طويلة جدا جدا مع أمه فلو إن الأم صالحة في الحقيقة والمعاني عندها واضحة وأسس التربية جيدة ده أمر يؤثر جدا في في تنشئة الولد وتنشئة البنت فالزبير بن العوام مهما تقول عنه في النهاية هو ابن صفية رضي الله عنه وعرضها وهي التي نشأته هذه التنشئة المباركة صفية في الحقيقة كانت من النساء الأقوياء يعني تسمع عنها مثلا في غزوة أحد تدافع عن الرصاص السلام ولما الرصاص السلام شافها مقبلة وهتشوف أخوها حمزة بن عبد المطلب بكرت بطنه وجدعت أنفه وقل يعني نزعوا كبده ولا كتى هند بنت عذبة فالرصاص السلام قال يا زبير المرأة يا زبير أمك يا زبير يعني ما تخلاش شوف المنظر ده فقالت لماذا يمنعني الرصاص السلام حتى لا أرى ما وقع لأخي أحتسبه في الله عز وجل ثم قال له دعها يا زبير خلاص المرأة محتسبة وصابرة فكانت امرأة قوية يعني تربي الرجال وأبرز قصة لها صفية في يوم الخندق والأحزاب لما اليهود أتى في حصن حوالين حصن النساء رسول السلام أخذ المقاتلين ووضع النساء في أطم من أطام المدينة مكان مرتفع حصن وساب معهم حسن بن سابت لأنه ما كان شلوف القتال مطلقا فاليهود لما غدروا يهود بني قريزة غدروا بالرصاص السلام فحبوا يغدروا بالنساء والأطفال كعادة اليهود دوما لا يستطعون أن يواجهوا الرجال ويعني يخرجوا قوتهم على النساء والأطفال فذهبوا أرسلوا واحد منهم يطوف حوالين الحصن يتجسس الأخبار فصفية من يقظتها أدركت هذا الأمر فقالت لحسان في رجل من اليهود بيشوف الأخبار وده ممكن يجعل اليهود يغيروا علينا إنزل يتعامل معاقل يعني أنت تعلمي أني ليس لي في هذا الأمر أنا لي في الشعر الذي يهد المشركين ويجعل الناس تسلم لكن ليس لي في أمر القتال مطلقا فنزلت صفية رضي الله عنه وأرضاه وأخذت عمود الخيمة وضربت به اليهودي وقتلته شوف القوة اللي عند المرأة وفي لحظة حرجة جدا جدا وقفت رضي الله عنها وأرضاه وحمت نساء المسلمين وأطفال المسلمين بهذا الفعل وقالت لحسان أنا قتلت إنزل خود سلبه قال قلت لك ليس لي في ذلك وقطعت رأسه وألقتها من خلف الحصن فقال اليهود إن الحصن مليء بالجيش ومليء بالمقاتلين وكل هدف ميزان صفية رضي الله عنه وأرضاه امرأة يعني من عظماء يعني أعلام الأمة الإسلامية يقول ابن كثير صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله هي أم الزبير بنت العوام وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجل أمهم هالة بنت وهيب لا خلافة في إسلامها وقد حضرت يوم أحد وقد وجدت ووجدت أي حزنت على أخيها حمزة وجدا كثيرا وقتلت يوم الخندق رجلا من اليهود جاء فجعل يطوف بالحصن التي هي فيه وهو فارغ حصن حسان فقالت لحسان إنزل فاقتله فأبى فنزلت إليه فقتلته ثم قالت إنزل فاسلبه فلولا أنه رجل لا استلبته يعني عشان مكشفش عورته وهذا من حيائها وإيمانها وعفافها فقال لا حاجة لي فيه وكانت أول امرأة قتلت رجلا من المشركين توفيت بالمدينة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها كان هذا جملة ما أردنا أن نذكره في ختام وفيات السنة العشرين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واجزاكم من خلص للإستماع والسلام عليكم ورحمة الله